موسيقى السلام عليكم تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على ضوء القمر رقاؤنا اليوم مع شاعر عربي سوري مجيد له حضوره وألقه الخاص سواء في الكتابات التي يبدع فيها من أشعار وروايات وكتابات أخرى أو في حضوره الإعلامي وطريقة إلقائه وأسطوبه في الإلقاء باختصار نرحب اليوم بضيفنا العزيز الأستاذ أنسد غيم الشاعر السوري العربي الحر الذي يشرفنا أن نتعرف على جوانب مختلفة من حياته لا يعرفها المشاهدون يعرفونه وهو يلقي القصائد وهو يدافع عن قضايا الأمة وعن قضايا وطنه لكن كثيرا من الجوانب ربما لا تكون معلومة للجمهور العربي والإسلامي رحبوا معي بضيفنا الكريم الأستاذ أنسد غيم مرحبا بك معنا حيات الله أستاذ يونسي أهلا وسهلا ومرحبا سيدي هذا النوع من البرامج سنستمع فيه إلى بعض القصائد منكم إن شاء الله لكن يهمنا أن نتعرف على هذه الشخصية الأدبية والشعرية التي نجلس إلى جوارها بديكم رحلة ليست بالقصيرة في موضوع الأدب والشعر ويهمني أن أتعرف على الملامح التي ميزتكم من خلال الظروف التي عايشتموها والبيئة التي صنعت منكم شاعرا في السنوات الخالية أولا تحياتي لكم شكرا على هذه الاستضافة الكريمة ولابد أن يكون هناك مكاشفة خاصة ونحن على ضوء القمر بلا شك فليس هناك ما يمكن أن نخبئه وعلى كل حال أنا لا أبذل كثير عنه عندما يطلب مني أن أقول أو أن أتكلم عن شخصيتي أو الجوانب الأخرى من شخصيتي كأنسد غيم لأنني أعتقد بأنني صفحة مفتوحة واضح جدا جدا في حياتي نشأت على حب الشعر والأدب العربي أنا ابن ريف من معرة النعمان في سوريا قرية إلى الشرق من معرة النعمان مرة قلت إلى الشرق من قلبي إلى الغربي من دمي يا صلاة سماوات إلهام على روح ملهمي في هذه البيئة نشأت ربما لأنني نشأت في عائلة تحب الأدب تحب العلم يعني رأيت أنه هناك أدب عظيم يجب حمله هو الأدب العربي هذه اللغة الرائعة هذا الشعر الجميل أول ما وعيت على أبيات أسمعها من إخوتي أو من الخطباء على منابرهم أو الأدباء في محافلهم لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم هذا البيت أيضا من يهن يسهل الهوان عليهما لجرح بميت إيلام لحظة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل صار بعد المنزلي أو ألف ميل صار بعد المنزلي هذه الأبيات التي سكنتني ربما نقلتني أيضا إلى الاهتمام أكثر باللغة والشعر والأدب جميل وعلى هذا كانت مسيرتي الأدبية كان الشعر في أوله حشا لينا ثم ربما اشتد واستوى على سوقه كما يقال لدواوين ثلاثة المنفى والجودي وإبراهيم وهناك ديوان رابع على الطريق إن شاء الله لي كتب منها مئتلافة للحياة ومئتلافة للحرية وكتاب المجالس لي كتاب كله شعر هو سكر من الحجاز جمعت فيه ما كتبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى قصائد شعراء معاصرين وشعراء رحلوا عننا أخيرا كتبت روايتي فلاسفة في الزنزانة 25 وهي الرواية الأولى طبعا هذا عن أنس الدغين حياكم الله أستاذ أنس يبدو أن هناك من من العنوين الدووين وحتى الرواية أن هناك مجموعة كبيرة من العوائق والتحديات شكلت شخصية شخصية ذاتية عندكم بالإضافة شكلت هذا الأدب الذي كتبته حتى هذه اللحظة كيف ساهمت؟ سواء بكونها مصدر إلهام وإبداع بالنسبة لك هذه الظروف التي سنتكلم علىها الآن وخاصة أن سيد أنس ظهر في ظهوره الشعر والأدب الواضح للناس والقريب منهم إبان الثورة السورية قبل أكثر من عشر سنوات فحدثنا أكثر عن هذه الظروف التي عيشتموها خلال السنوات الماضية وكيف أثرت في مساركم الأدب والشعري طبعا أريد أن أقول أن الشاعر هو حيث يضع نفسه وليس حيث تضعه الظروف؟ ربما ولكن هذا يعتمد أيضا عن المواجهة وكيفية المواجهة لماذا أقول حيث يضع نفسه؟ هناك شعراء أعرفهم ربما يتهربون من هذه العوائق أو ربما يتهربون من هذه النوازل لا يريدون أن يفكروا فيها وهناك شاعر يضع نفسه في أتون القضايا التي يعيشها وتعيشها أمته من حوله لذلك يتمايز الشعراء لا شعرا ولكن موقفا أنا هنا لا أتكلم عن ناحية فنية فهناك من كتب في الغزل ويجيد وهناك من كتب في قضايا أمته ويجيد وهناك من كتب للطفل ويجيد ربما من كتب لقضايا كبرى لا يستطيع أن يكتب للطفل ومن كتب للطفل لا يستطيع أن يكتب للقدس وهكذا إذن الشاعر حيث يضع نفسه ومن البداية عليه أن يختار طريقة يعني أنا أتصدر لقضايا أمتي من حولي إذن لن أجد فكاكا عن القدس وهي تصرخ لن أجد فكاكا عن بغداد وهي تتألم لن أجد فكاكا عن سوريا وهي تتوجع هذه ربما كانت هي العوائق ماذا يريد الشاعر منها؟ هو يريد حرية يريد أن يكتب في جو من الحرية لذلك هو يرى أن الصوت عليه ثقيل وأن العصى عليه ثقيلة وأن الحاجز العسكري الذي يحتاج إلى أن يمر منه لكي يعبر الطريق هو ثقيل جدا جدا لذلك فهو يكتب قصيدته عند العصى التي تضربه ويكتب قصيدته عند الحاجز العسكري الذي يواجهه ويكتب قصيدته عند الحي الجميل الذي عاش فيه وفجأة تدمر بفعل طائرة أو قصف عندما ينظر إلى القدس ويرى المرابطين لا بد أن يكتب وربما نأتي على هذا لأوسع في هذا الأمر وكيف أن يكون الشاعر ابن أمته ربما لنا حديث عن هذا الموضوع ولكن نأود إلى العبارة الأولى التي قلتها الشاعر حيث يضع نفسه نعم هذا صحيح ولذلك نجدك دائما تتصدى لهذه القضايا تكتب في كثير من قضايا الأمة سواء في قضيتكم قضية سورية بين قوسين إنجاز التسمية قضية فلسطين ما يتعرض له المسلمون في أسقاع الأرض وهكذا طبعا وعلى رأس كل ذلك دفاعكم عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتعرض لهجمات بين الحين وآخر لكنني أراك في ظلال كل هذا لا تستخدم الورقة أثناء إلقائك وهذا يعني يلفت الانتباه ويستحق التقدير أنك تحفظ ما تلقيه ولذلك أنا أريد حتى اليوم عندما حضرتم إلى هنا لم أجد معكم أوراقا لذلك هذه فرصة للاستماع إلى بعض الكلمات طبعا هذا من فضل الله علي وحتى الذين يحملون أوراق ويقرؤون منها هذا يعني لا يطعن في لا شخ طبعا طبعا جمالية ما أبدع ونظم ولكن لماذا أراه فضلا كبيرا من الله عز وجل أنا أتمتع بحافظة قوية أنا أحفظ كل شعري كل ما كتبته أنا أحفظه وخاصة في الأمسيات والمحافل الكبرى أشعر أنني عندما أحمل ورقة فأنا يعني سأوزع نفسي بين الورقة وبين الجمهور لا بما أن الله عز وجل قد أنعم علي بهذه النعمة فأنا أستخدمها فأستغني قدر الإمكان عن الورقة وإذا كان هناك في يدي ورقة قد كتبت عليها فأنا أكتب رؤوس أقلام من القصيدة يعني أنا دائما إذا صح التعبير أفقر القصيدة في ذاكرتي يعني كأنني أجزئها إلى أجزاء فأنا أكتب مثلا الشطر الأول من كل جزء ثم تسعفني الذاكرة والحمد لله رب العالمين أجدها إنقاذا للشاعر من التقييد أن يتقيد بالورقة أيضا نعم وربما تعطيك مساحة أكثر في الإبداع في العلقاء واستحضار هذا جميل بالمناسبة وهذا طبعا سؤال من شقين الأول يتعلق بمحاضرة لك أو سريعة قصيرة جدا كانت سمعتها تتعلق بمحمد إقبال نعم وأنت كنت تلقي وتتكلم عن هذا الرجل بحماس وعاطفة شديدة وما شاء الله ما تحدثت به عن ظهر غيب كان يعني يعني كلاما مهما وشواهد مهمة من شعره ومن أدبه لم تستخدم ورقة أولا حدثنا عن هذا الموضوع أو تفضل بإلقاء بعض الشعر إن سمحت لنا ثم نتكلم عن علاقتك بمحمد إقبال من شعر من شعرق طبعا نعم نعم فقط أريد أن أعقب أمر عندما قلت الشاعر حيث يضع نفسه نعم وأريد أن أقول أيضا الشاعر هو ابن أمته تشك وابن قضيته يعني إذا لم يكتب لناسه الذين هو منهم فلمن يكتب ولمن يكون شاعرا لا بد أن تحمل معاناة الآخر لا بد للشاعر أن يكون جناحا لكل من فيه ألم ولا يسعفه لأن يترجمه القدر لأن يترجم ألمه وقس على ذلك نعم أحب دائما أن أنحى في شعري منحى التبسيط مع المحافظة على متانة الألفاظ وجودتها وقوتها ورصانتها وجزالتها كما يقال ولكن لا أريد أن أعزف على وتر خاص بي وفي برج عاجي لا يفهم الناس ما أقوله حتى إنني ربما أدخلت كلمات عامية بعض الأحيان في شعري مثلا في قصيدة إبراهيم التي أقول فيها عندي من الماء ما في الأرض من حطبي لا توقد النار إبراهيم كان أبي لا توقد الشمس خل الشمس نائمة ففي أكثر ما فيها من اللهب الله هذا الفضاء الذي دوخته بيد ينام فوق يد الأخرى كنصف صبي هذا الفضاء الذي دوخته بيد ينام فوق يد الأخرى كنصف صبي أسهرت كل نجوم الشرق حين سقط أمي ضفائرها بالسيد العربي وحين قام أبي من ليله وعلى أمي ضفائرها بالسيد العربي وعلى جبينه ألف قنطار من التعبي صلى فأسقط أحمالا تنوء بها جمال قارون ما ناءت من الذهبي تشققت كفه كالأرض لكنه كان يسقيني فوى عجبي الله الله في خده نصف تاريخ إذا دمعت عيناه سال على التاريخ قلب نبي فيا أبي يا أبي يا يوب يا أبتي يا ياب يا بوي يا صوتي ويا عربي لقد صدقتك وعدي صرت أشعرهم لكنني لم أبع قلبي ولا أدبي فالشمس تلك التي مرت بنا زمنا أنا الذي جرها من شعرها الذهبي الله والريح غازلتها بكرا وأرملة كانت تلين إذا مرت على هدبي علمتني ما نثيت الدرس أذكره لا تقطع الخيط بين الخمر والعنبي يا صلا وقلت لي شرف الإنسان يا ولدي في رفعة الرأس لا في فتلة الشنبي وقلت لي إن وجه الشام يشبهني فالشام تأبى ووجهي كالشآم أبي وقلت لي إن قلبا ليس فيه من العراق قلبان قلب قد من خشبي يا سلام إني أقطع أقدامي وأصلبها على الرصيف ولا أجث على ركبي يا سلام إني هناك هنا في كل زاوية لأنني الأمة الجمعاء وابن أبي الله وابن أبي عظيم لفضفوك حيا يعني نحن نتكلم عن قصائد تجتمل على أفكار مبادئ خطوط حمراء لا يمكن للإنسان صاحب المبدأ أن يتنازل عنها وأنا هنا أجدك كما وجدنا من قبل عشرات الشعراء مئات الشعراء من العرب والمسلمين يقفون موقفا صعبا بين أنظمة مستبدة تلاحقهم تبحث عنهم تفتش عنهم وعن كلماتهم في كل زقاق وزاوية وبين مستمع أو متلقي لابد أن يفهم ما تكتب وأن تحافظ على هذا المستوى الفني المرتفع أو الراقي وفي نفس الوقت تحافظ على الصلة مع المتلقي والتي تحتاج إلى تبسيط الأمور كما تفضلتم قبل قليل وهذه كلمة السر في الحقيقة كلمة السر للشاعر الذي يحضر بين الناس وأنتم تحضرون ما شاء الله ليس فقط بدووينكم إنما أيضا بحضوركم المرئي ونجده كثيرا الحقيقة أريد أن أقول شيئا كما يقال الكلمات الخائفة لا مستقبل لها في عالم الأفكار والكلمة حين تخرج من قلب خائف الجميع يرى ارتجافتها لن تؤدي وظيفتها المطلوبة منها هذه الكلمة مقدسة هي كالسيف لا يخرج من غمده إلا بحقه والكلمة عليها أن لا تخرج إلا بحقها والشاعر لا يريد من هذا العالم أكثر من أن يكون حرا والشاعر إذا كان مقيدا والأغلال في يديه فلن يبدع ولن تحدث كلماته أثرا في هذه الحياة لذلك من زحمة هذه الأنظمة القمعية يجب أن يولد شاعر حر وأن يقول كلمته قل لا فما أحلاك حين تقولها فردا وتكفر بالطغاة بأجمعك لا يسكن الرحمن قلبك مرة ما لم يعش سلطانه في أضلعك من أجل هذه الله يجب أن يكون هناك شاعر حاذق يقول كلمته حتى لا تصير سنة أن يقبر الشعراء وأن يموتوا وهم في مهدهم ولا أن تموت الكلمة وهي في مهدها كما يقول محمد أقبر رحمه الله يعني المسلم الضعيف ولدت أمانيه فكان المهد مصرعها الأخير من أجل هذه الأمان المقدسة من أجل هذه الأحلام التي من حقها أن تكون في لحظة ما حقيقة تقدم ضاجع الطغاة والمستبدين في العالم كله يجب أن نكون ويجب أن يكون الشاعر الحقيقي نعم ذكرت محمد إقبال هذا الفيلسوف والشاعر العظيم والمفكر الذي قرأنا له وتأثرنا بأفكاره وأنت تبدو من أكثر المتأثرين الذين نقابلهم بهذا الرجل كيف أثر فيه كيف ساهم في صياغة هذه الشخصية على المستوى الذاتي كما قلنا وعلى المستوى الأدبي في غير مرة دعوت الله عز وجل أن يبعث فيي الطاقة لأن أترجم قلب محمد إقبال يا سلام محمد إقبال قلب كبير يحتاج إلى ترجمة لأن هذا القلب ينفخ الروح في الجمادات ينفخ الروح في القلوب الخائفة حتى تصير قلوبا حرة ناطقة محمد إقبال كان عظيما قال له مسليني زعيم الفاشية في زيارة لمحمد إقبال إلى روما وسمع مسليني بزيارته فذهب إلى الفندق الذي يقيم فيه محمد إقبال وضمن الزيارة قال له مسليني يا محمد إقبال من ملك الحديد ملك كل شيء يعني نحن عندنا الدبابات والطائرات وأنتم فقال له محمد إقبال من كان هو حديدا كان كل شيء الله هذا هو محمد إقبال محمد إقبال كان أكثر من شاعر كان أكثر من فيلسوف كان قوة كامنة تنطلق في كل لحظة تستدعيه فيها هذه الأمة محمد إقبال كان يقول كن مثل إبراهيم في الإيمان حتى تزيل معابد الأوثان لا تفشل الأنعام أسرار الأسود ولا حديث الصقر للغربان من شاب في نسج الحصير فما له يوما إلى نسج الحرير يداني والذئب يأكل يوسفا خير له من أن يباع لتاجر العبداني كان يصر على هذه النقطة أن يكون المسلم قوة خارقة أن ينطلق كالشاهين في أرجاء الفضاء حديث الروح للأرواح يسره وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء كان دائما لمحمد أقبال قلب تجري فيه لغة السماء كان يقول أنا أعجمي الدن أي أعجمي الكأس وهو هندي في الأصل هو ولد في سيال كوت في الهند قبل أن تكون هناك باكستان أصلا كان يقول أنا أعجمي الدن لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفينان إن كان لي نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدنان يا الله محمد أقبال كتب عن الحب الذي ينفخ الروح في الجمادات وفي الأموات فيصيرون أحياء كان يقول الموت لا يمحو رجال الله من هذا الوجود الحب في دمهم تلون بالثبات وبالخلود مهما يكون جريان هذا العصر جبارا عنيفا الحب يجرفه ولكن سيله يبدو لطيفا ما الحب؟ ما هو؟ إنه ثبات أوقات الصفا في نفحة الروح الأمين على فؤاد المصطفى ما الحب؟ سكرة وردة خلع الجمال عذارها لعبا نسيم بها عليه فقطعت أزرارها الحب في ساح الجيوش هو المقدم والنبيه والحب في الحرم الشريف هو المشرع والفقيه اسأل به متسكعا خلف الهوادج والقوافل بين الألوف من المنازل والألوف من المراحل الحب ليس مغنيا الحب إبداع الأغاني أو تاره نور الحياة وقوسه نار المعاني الحب في ساح الحروب هو المقدم والنبيه عجيب هذا المنطق يعني والحب في الحرم الشريف هو المشرع والفقيه لذلك محمد أقبال ما الذي جعله كبيرا أنه لم ينفك في لحظة واحدة عن قضايا أمته كان حاملا لهم هذه الأمة من الشرق إلى الغرب من بلده الذي يعيش فيه والذي كان يعاني ما يعاني أهله إلى فلسطين التي زارها إلى مسجد قرطبة الذي زاره وأنشد فيه ما أنشد إذن كان مسكونا بهم هذه الأمة كان مسكونا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك على فراش الموت كان يقول يا رسولا بك للناس مفاز كل ما أرجوه موتي في الحجاز يا الله دانس اختيارك لهذه العبارة التي تستحق أن يتوقف عندها في الحقيقة طالما تمنيت ودعوت الله أن تنجح أو أن يوفقك في ترجمة قلب محمد أقبال لمحمد أقبال ترجمات كثيرة كثيرون اجتهدوا وترجموا إنتاجه إلى اللغة العربية وقرأنا على اختلاف الترجمات لكن أن أجد شخصا يقول أنا أريد أن أترجم قلب محمد أقبال ويبدو أنك تريد أن تترجم قلبه في صياغات جديدة أو في إنتاج أدبي جديد ما الذي تفكر فيه؟ كيف يمكن أن تترجم هذا القلب العظيم الكبير؟ الحقيقة الذين ترجموا لمحمد أقبال رحمهم الله يعني أكثرهم توفوا نعم كانوا كبارا عبد الوهاب عزام دكتور عبد الوهاب عزام كان سفير مصر حينها في باكستان رحمه الله ترجم له زهير الظاظة عبد المعين الملوحي الشاعر السوري صاوي شعلان وكلهم أبدأوا وكلهم قدموا كتبهم باعتذار أنهم لم يستطيعوا أن يترجموا الحرارة التي كانت في قلب محمد أقبال والشاعر محمد أقبال وأنا من هؤلاء أريد يعني أن أترجم وأبسط ما جاء به محمد أقبال رحمه الله ليعرف عنه الناس أكثر ما يزال محمد أقبال غريبا عن الأوساط الأدبية غريبا عن الناس يعني عن واقعنا المعاش لذلك الذين يهتمون أو المهتمون بمحمد أقبال يشاروا إليهم بالبنان مثلا فلان مهتم بمحمد أقبال وفلان مهتم بمحمد أقبال علينا أن ننزل محمد أقبال إلى طاولة الجمال والحب التي نجلس إليها لنقرأ عند هذا الرجل ما كان يعني حتى الآن الترجمات لم تعطي جزءا بسيطا من محمد أقبال فعلينا أن نترجم حرارة محمد أقبال الحب الذي كان عند محمد أقبال ليس فقط شعره ولكن قلبه لأنه يجب أن يكون بيننا حاضرا في كل حين قبل أن نذهب إلى فاصل قصير نتناول قطع من هذه السكريات الجميلة سكر من الحجاز إن أحببت إن أحببت شيئا آخر كما تريد قلت لرسول الله في قصيدة سكر من الحجاز قلت له قالوا حرام أن أحبك أكثر هذا لأن قليل حبك أسكر خبأت قلبي من سهامك قال لي عند احتضاري يحمد الحب السرى يا ساحر العينين إني لم أكن أسدا ولكن كنت أن تلجؤ ذرا مذقيل لي بانت سعاد وكنت قد أدمنتها قلت السلام على الكرا ما في بني النجار مثلي عاشق فرش الفؤاد لحرنا عليك بيدرا طرقته صائدة القلوب وقد نأى من قال كل الصيد في جوف الفرى في الجانب القبلي من اثنينها صوت من الغيب استدار وبشر في زحمة الآلام تولد سكرا كأذان إبراهيم في أم القرى يا كل ذي زرع ولم تكواديا أنت الذي وضع النقاط على الثرى وأنا الذي لم يدن بعد وما دنا من قاب قوسك مرة أو أكثر وأنا الذي في الطل يغرقه كيف من لا قطرة غامت يداه فأمطر جرح النصوص فسال حبك حوله بحرا فأقسم قلبه أن يبحره من رقصة الطور التي جربتها علمت معنى أن تحب ولا ترى فاقرأ فلست بقارئ أنا طائر جبريل حر كريشه فتبعثر لا ترتجف فالصبر عند الرعشة الأولى وهذا البرد أقدس معترى زمّل بدايتك النبي وانطلق فخديجة في الباب هيئة القرى الله ما كل ذي قلب يظل له هنا قلب هنا ما لا يباع ويشترى والعالم الأرضي لن يجد الندى في غير قلب قال لا والدثر ستعود بالطفل المبارك مرضع ويعود ضرع الشات ثرا أخضرا ويشق صدرك مبضع في حده نوران لن يجدى مكانا أطهرا اليتم عند الكل ضعف واضح وليتم عندك كان كي تتجوهرا سيرون في الكتف الشريفة خاتما وتذيع سرك غيمة لن تمطر ستصاحب الطهر النبي مبارك من سار في ركب النبي ومن جرى سيمر بياع العطور ببابنا ويقول أوحي للندى أن يجهر الله سيقول عمار لزوجة ياسر قدر المحب إذا اكتوى أن يصبر وبلال لن يرجو أمية مرة أخرى وصوت أذانه لن يكسر من نينوى ستزور جرحك حبة من سكر عنب ويطعم سكرا فتعال كل قلوبنا لك خزرج وعيوننا أوس تغازل كوثرا خير الوراء من أطعم الدنيا ولم يطعم وشد على الحجارة مئزرا قلبي هو الجذع الذي غادرته وذبحته لما صعدت المنبرة وصلى الله على سيدنا اللهم صلى على سيدنا محمد لفض وفوق جزاك الله خيرا فاصل ونواصل أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة على ضوء القمر نجلسه في جلسة سمر مميزة وعلى ضوء قمر من الشعر والإبداع والإلهام أرحب بضيفي مرة أخرى السيد أنس الدغيم الشاعر السوري العربي الإسلامي أهلا وسهلا فيك سابقا حياك وبي كما قلنا في البداية من الوضع أنك لا تستطيع الانفصال عن قضايا الأمة كيف انعجنت بك هذه الظروف وهذه المآسي وهذه الألام يعني كل الناس قد يعيشون نفس الظروف ونفس الألام والتحديات لكن قليلا منهم من ينعجن بها وينغمس بتفاصيلها حتى يخرج بهذا الإبداع وهذا الإنتاج هل ثمت ما أثر في هذه الشخصية من الجوانب التي لا نعرفها؟ عندما قلت أنا أشاعر حيث يضع نفسه قلت أن تعقبت بكلمة وحيث تضعه الظروف ربما وهذا حقيقة يعني هذه حقيقة يعني عندما تفتح عينيك في أول حياتك على الانتفاض وعلى من يواجهون المحتلين بحجارة وبمقلع لا بد أن يسكنك هذا الجمال والجلال هذه انتفاضة مقدسة هذا إنسان يبحث عن حريته هذا طفل يدافع عن بيته هذا محمد الدرة يختبئ يعني ويتترس بأبيه وأبوه يعني يكب عليه ليحميه من الرصاص هذه الصور التي فتحنا أعيننا أول ما فتحناها في هذا العالم عليها احتلال العراق فكيف تستطيع أن تنفك عن كل هذه القضايا لذلك أنا قلت من لم يعيش للقدس عاش لقيصر هي قيصري كل يبايع قيصرة لم يبتكر سكين مطبخه سوى من باع أوله لها وأواخرة يا سلام القدس سجدة مطمئن فاقترب هي أول وهي الجنان الآخرة لا تستطيع أن تنفك عن ألام أهلك وقضاياهم في اليمن وفي الصومال وفي السودان قلبي أنا الممتد من بغداد في شرق البلاد إلى ذرى تطواني إن كان قلبي من دمشق فإن لي قلبا يعيش الهم في السودان في غير مكان قلت الحب أن تبني ببيتك بيتها وتموت حتى لا تباع القاهرة وتذوب في بغداد مثل قصيدة عذرية المعنى بتول طاهرة وترد عن صنعاء خنجر آية قد عمدتها كف كسر الماكرة وتكون حيث القدس كانت واقفا وتدور حيث القدس كانت دائرة هب أن كل الأرض صارت خصمنا من قال إن الشام صارت عاقرة ولأن الشاعر هو ابن ناسه هو ابن شعبه هو ابن أمته فلا يستطيع أن يصرف نظره ولا شعره ولا نثره عن هذه القضايا الكبرى التي تمر بنا وتعصف بنا والتي يصبح في لحظة من اللحظات هو جزء لا يتجزأ هو جزءا لا يتجزأ منها وهي منه تسكنه ويسكنها فالانفكاك عن هذه القضايا صعب عند الشاعر ربما أنا أعذر البعض عندما يذهبون إلى الغزار ربما يريدون متنفسا يعني يريدون أن يكتبوا ولكن لا أعذر ذلك الذي يشيح بنفسه وبشعره وبنثره بالكلية عن قضايا أمته أبدا أبدا عندي في قصيدة قصيدة كتبتها أخيرا أبيات تقول خائن من يقول للأرض نامي عن دم الأبرياء يا أرض نامي خائن كل شاعر مر يوما بعذاباتنا مرور الكرام فكيف أنت تكون شاعرا ولا تشعر بألمي كيف تكون شاعرا ولا تدافع عن بيتي الذي اغتصبه المغتصب كيف تكون شاعرا تريد مني أن أقرأ لك وأن أحفظ لك وأنت لم تدافع عن قلبي الذي ضربته رصاصة قناص نعم أسئلة مهمة جدا دعنا أن أتعرف على جوانب أكثر أنت تعرف أن الشعراء لهم طقوسهم الخاصة في القراءة والكتابة لهم أجواؤهم هكذا يعرف الناس بعضهم قال بأنني لا أكتب ولا أستطيع أن أقوم بفعل الكتابة إذا كنت جالسا بكامل أناقتي وأنا أرتدي بدلتي وما إلى ذلك بعضهم قال بأن أوقات الماء التي أكتب فيها في الليل أو في الصباح وكذا هل لسيد أنس طقوس بين قوسين معينة للكتابة والقراءة يعني أخذنا أكثر إلى هذا المجال لنتعرف على هذه الشخصية كيف تكتب متى بماذا بدأت كلامي بأنني واضح وعندما أقول أمرا لا أعني منه التحكم على الآخر أو عندما أنفي حالة فلا أتهكم على صاحبها هذه الطقوس كلها لا تعنيني في شيء أنا كأنس الدغين عندما تأتي القصيدة ستأتي ربما كنت أقود السيارة ربما كنت في محفل محفل والصخب من حولي ولكن يبرق في لحظة ما مطلع القصيدة أيوة نعم أيوة يعني أستعجل الأمر لكي أثبته لكي أكتبه حتى لا يغيب والمطلع هو نصف القصيدة عندما يأتي يفتح الباب أمام القصيدة ليس هناك وقت محدد لكتابة الشعر ربما كتبت قصائد في وضح النهار ربما كتبتها في جوف الليل نعم وأكثر الشعري كان ليليا إذا أجهز لنا أن نقول بهذه الكلمة ليس هناك طقوس معينة يعني أنا لست ممن لا يكتب الشعر إلا إذا احتسى القهوة لا أبدا أبدا أو بكامل أناقتي أو كذا ربما كنت أرتدي ثياب العادية في البيت فكتبت القصيدة ربما كنت خارج البيت فكتبت القصيدة أو أكثرها ربما كانت القصيدة تأخذ مدة من الزمن شهر يعني ربما أنهيت القصيدة في يوم أو يومين نعم صحيح ربما يكون ظهوري الإعلامي كثيرا نعم أو مبالغا فيه وأنا طبعا لست رأطي ليس مبالغا فيه ماذا مبالغا فيه والله يعني لا أحب أن يكون بهذا الكم ولكن أنا أعتبر من المقلين من الشعراء المقلين ربما لهذا السبب أنت تنتظر أن تطرق القصيدة بابك أو أن تحصل عملية المخاض للقصيدة وحدها دون أن تتدخل يعني تماما لذلك كلاما البعض على أبيات كتبتها في قصيدة الجودي وهذا هذه حقيقة ما أشعر به لا أكتب الشعر إن الشعر يكتبني فحين تقرأ شعري تقرأ الكبد أنا الموزع في أوجاع خارطتين تمتد حتى إلى أن لا يظل مدى هناك عند حدود الصين أزرعني قمحا ليأكلني في الغرب من فقد قلبي مشاع لكل النازلين به قلبي مشاع لكل النازلين به غاب البيت الفكرة إنه الفكرة لا أكتب الشعر إن الشعر يكتبني طبعا أنا هو من يكتب الشعر ولكن ليس في الوقت الذي أريد فيه القصيدة ستأتي القصيدة لا هي أولا فتوحا من رب العالمين يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يحبس عنك الشعر لحبسه لذلك أقول لك أنا شاعر مقل ربما تمر السنة كاملة ولا أكتب إلا قصيدة أو قصيدتين أو ثلاثة مثلا العام الفائت أنا كتبتك ثلاث قصائد فقط دونك عن النصوص الصغيرة الأربع أبيات والخمسة أبيات الأربع أبيات والخمسة أبيات ولكن هذه ليست قصائد أنا أتكلم عن قصيدة كاملة أنا أكتب القصيدة أيضا كمشروع يعني لا أكتبها فقط لأقول شعرا ربما هذا ما يميز من يقال عنه شاعر البيت عن شاعر القصيدة يعني مثلا أحيانا تقرأ قصيدة جميلة تخل ببيت واحد نعم ولكن لا تخرج منها بشيء لماذا؟ لأن الشاعر تعمد أن يرصف بيتا إلى جانب بيت حتى تكتمل القصيدة الثلاثين أو الأربعين بيت لا أنا أكتب القصيدة كمشروع ماذا أريد من القصيدة؟ من أين أريد أن أدخل على القصيدة؟ أين جوهر القصيدة؟ من أخاطب؟ من أريد مما أكتب؟ هذا كله أضعه في ذهني وأبدأ بالقصيدة فمثلا أنا كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة قصائد ولكن كل قصيدة كانت تتميز عن الأخرى فمثلا قاب شمسين أو البردتان كنت أتكلم فيها عن بدء الوحي كيف نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم درويش على باب السلام قصيدة طويلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصور فيها رحلتي إلى رسول الله وزيارتي ودخولي من باب السلام نعم الغار تعرضت فيها لمواقف ومفاصل هامة جدا من السيرة النبوية سكر من الحجاز أيضا تعرضت فيها لمواقف ومفاصل في السيرة النبوية وتكلمت فيها عن الحب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن القصيدة تنجح عندما تكون مشروعا وليس مجرد قصيدة وتعيش تعيش طويلة إن شاء الله أستاذ أناس بقي وقت قصير معي أنا لا أعرف كيف دهامنا الوقت المخرج يشير بدقائق قليلة دعني قبل أن ننتهي من هذه النقطة نؤكد على مسألة مهمة يعني مسألة الإقلال أو الإكثار هذه نسبية من شعرين إلى آخر يعني قد يعني يكتب بعض الشعراء ديوان ديوانين ولكن يعني تخلد وقد يكتب آخرون عشرات الدواوين لكن عملية الكتابة في هذا الوقت الذي فيها طغيان للميديا ميديا فعلا وطغيان للسوشيال وكذا بالإضافة إلى أعمال الناس يعني بالتأكيد كلنا نعمل وبالتالي الوقت المتبقي للأداب والشعر قد يكون قليلا جدا كيف تحاول أن تقتنص هذه الأوقات وأن تعطي منها يعني لأنك تتحدث عن مشاريع الآن وأنت أيضا انتقلت إلى كتابة الرواية في روايتك الأولى الزنزانة نعم الزنزانة فلاسفة في الزنزانة 25 فنحن نتكلم عن مشاريع عن بعض الناس من الشعراء المعاصرين والأدباء المعاصرين تفرغوا تماما للكتابات ولديهم كتابات كثيرة الآن أو دووين ودديهم هل أنت مع أن يتفرغ الأديب والشاعر لمشروعه الأدبي الشعري أم أن يبقى على هذا الحال ويكتب ويعمل وكذا حسب ما تقتضي الحاجة طبعا لا بد للشاعر أن يحترف الشعر وهذا فرق بين الشاعر وآخر هناك شعراء لم يحترفوا الشعر ولكنهم شعراء كتبوا ولكن هذا الذي احترف الشعر مثلا المتنبي احترف الشعر فكان مالي الدنيا وشاغل الناس هذا أولا ثانيا عندما تطلب منك أمتك وتطلب منك القضايا الكبرى التي من حولك أن تكتب يجب أن تكتب يجب أن تقول نعم أنا لا أقول بالانصراف بالكلية إلى الشعر ولكنه رسالة وعلينا أن نعطي هذه الرسالة حقها هناك إرث كبير من اللغة والأدب والسمو يريثه الشاعر عليه أن يقوم بحمله عقد الصلح شيخنا المتنبي بين شعري وريشة الرسام فإذا قام للصلاة روي قال مني تكبيرة الإحرام بين حرف وآخر قام يمشي رافعا رأسه أبو تمامي والمعر يقدم كل بيت سقط زند وقال أنت إمامي حين صارت يسار شعري يمينا أمرتني القرى على الأيتامي الصعالي كبا يعوني أميرا وأنا تبع بثوب تهامي فترى حينما تراني حجازا قام نصفاه من عراق وشامي قادم من مدائن الملح وحدي والوراء من الخليل أمامي حاملا بين كل ضلعين إرثا فلسفته قصائد الخيام ألف ألفية تدور برأسي مر بيني وبينها ابن هشام الله فهذا الإرث بحاجة لأن تكون على قدره كيف من بعد كل هذا وهذا هذا الإرث العظيم كيف من بعد كل هذا وهذا تجرح العش يا هديل الحمامي أوجع البدء أن يكون جميلا ويخون الجميلة مسك الختام يا سلام سيدانس كيف تستطيع أن تحول أنت قصائدك مفعمة بالقضايا بالألام مفعمة بالتحدي لكنك تأنف أن تتقطع في رأسك الشهري أنت دائما في يعني ماذا نقول أنت دائما تحلق بكلماتك إلى آفاق وإلى قمم الجبال فما هو السر ما هي كلمة السر في ذلك يعني حتى على رغم من كل الألم ورغم كل القضايا لكن نجدك دائما تختار أن تبقى في الأعلى شعريا يعني كل الأدوات الحقيقة متأتية للشاعر فعليه أن يغتنمها وأن يأخذ منها أدواته يعني كيف لا أكون عظيما وأنا أقرأ القرآن حتى في أكثر من مرة قلت لهم في اليوم العالمي للغة العربية كل يوم تقرأ فيه القرآن هو يوم عالمي للغة العربية إذن الشاعر الذي ينطلق من القرآن يسكنه القرآن هذه الألفاظ العظيمة الشعر من الشعر الجاهل حتى اليوم هذا الإرث الذي قرأت عليك منه الآن هذا كله من أدواتك تستطيع أن تنطلق بها شامخا عزيزا وشاعرا كبيرا نعم هل على الشعر أن يعني يقرأ كثيرا حتى يكتب شيئا مميزا بعض الشعراء يستعجلون وأنا هنا أريد منك رسالة قبل النهاية للشعراء الشباب في مقتبل العمر وفي مقتبل التجربة الشعرية الذين يستعجلون ويقرؤون قليلا ويكتبون كثيرا ماذا تقول له؟ دائما نسأل هل الشعر موهبة أم هو هواية مكتسبة كذا لا هو موهبة يعني من الله عز وجل ليس كل من يقول سأصبح شاعرا يصبح شاعرا إذن فهو موهبة ولكن ولو كان موهبة فهو ينمى بالثقافة والتعلم والقراءة فأنا أنصح كل شاعر أن يقرأ أن يقرأ القرآن لتقويم هذا اللسان أن يقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ كتب الأدب العربي أن يقرأ الشعر والشعر الجميل الذي تميل إليه النفس فإذا أحببت شعر الحماسة فقرأ شعر الحماسة وإذا أحببت شعر الغزل فقرأ شعر الغزل ولكن على أن يكون شعرا عاليا نعم شعرا عاليا نختم بهذا الشعر العالي أستاذ أنس في الوقت المتبقي لأنني يعني لا أريد أن أخسر مزيد من الوقت بدون شعر تفضل سوريا بين موتين أقرأ أبياتا منها بين موتين واقف كالحياتي وقفة الكحل في عيون اللواتي وقفة الكحل وقفة الكحل في عيون اللواتي بين موتين واقف كالحياتي وقفة الكحل في عيون اللواتي لست موسى لكنني كنت أدرا حين ألقوا عصيهم بعصاتي كانت الشمس تملأ العين حتى غاب عن مقلتي خيال الطغاتي إنني ها هناك وجها لوجه كالصواري أمام زحف الغزاة شجراتي شجرات السرو العتيق وشيء من غبار القرى وغزل البنات كان كل الذي تبقى لجيب لم يجرب نبوءة الأمنيات وتمنى فقيل للأرض كوني حيثما كان أذني للصلاة وكبرنا وكانت الأرض خجلا من حفات ليسو ككل الحفات خبرتني أمي بأن صغيرا سوف ينمو كسنديان السرات وادعتني بقبلة ثم قالت يا ابن قلبي ويا أبا المعجزات أنا ربيت كل شبر بنذر كل شبر فلا تمت موتشاتي كيف يا رب والغرور كبير كيف ترضيه عيشة من فتاتي كيف من كل هذه الأرض أرضى بلجوء وخيمة وشتاتي هذه الأرض للصغار صغير كل من لم يطر وراء الجهاد الله الله نختم بهذا سيد أنس الدغيم الشارع السوري العربي شكرا لك على حضورك معنا على ضوء القمر إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى في لقاءات أدبية وشارية أخرى إن شاء الله تعالى إن شاء الله كل عام وأنت بخير وأنت باني في خير بارك الله بك يا أستاذ بناس بهذا نختم لقاءنا الطيب على ضوء القمر مع الأستاذ أنس الدغيم الشعر السوري شكرا لكم على طيب المتابعة شكرا لفريق العمل تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة